بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين عزائي الطلبة والطالبات في كل مكان أهلا بكم معكم سلوى السجاع النهاردة نكمل مع بعض كورس الconversation عندنا موضوع جديد وهو Travelling السفر We have three points as we are used to doing The first point The situation اللي هو الموقف The dialogue اللي هو الحوار اللي هنتكلم فيه وآخر حاجة Exercise تمرين على الحوار The situation الموقف طبعا معنا الموقف النهاردة عند حد بيسأل حد عن السفر يعني سافرت قبل كده طب رحت فين طب إيه المكان ده مشهور بإيه فهنبدأ نشوف مع بعض The first question Have you ever traveled outside your country before حد بيسأل حد فبيقوله هل أنت عمرك سافرت بره بلدك فطبعا الإجابة ممكن أقول Yes I have or no I haven't على حسب الموقف نفسه أو على حسب الشخص هل هو سافر ولا لا Number two لو هو سافر هيقوله Where did you go طب إنت رحت فين أين ذهبت فيرد عليه بقى يقوله I traveled or I went to ويأما يقوله أنا سافرت إلى كذا أو ذهبت إلى كذا وكلهما صحيح فسألوا عن المكان اللي هو كان فيه What is it famous for طب هو مشهور بإيه المكان ده فيرد عليه يقوله أي حاجة طبعا على حسب المكان فعلا هو كان فيه هيقوله It is famous for ويكمل بقية الجمع Number two The dialogue نشوف بقى الحوار اللي معنا Listen to Ali who is talking with his friend Omar about traveling بعالي بيكلم صديقه عمر عن الصفر فيسأله سؤال فيقوله هنا Have you ever traveled outside your country before أنت عمرك سافرت برة قبل كده يا عمر فعمر هيرد عليه يقوله Yes I have فعالي قاله Where did you go طب رحت فين قاله I traveled to Saudi Arabia أنا سافرت للمملكة العربية السعودية فقاله What is it famous for طب هي مشهورة بإيه السعودية فعمر رد عليه قاله It is famous for the holy mosque in Mecca يبقى مشهورة بالمسجد الحرام في Mecca فعمر قاله What do you like about it طب أنت بتحب فيها إيه قاله I like to pray in the holy mosque As each prior in it equals 100,000 prior أنا حب أصلي في المسجد الحرام حيث أن الصلاة فيه تعادل 100,000 صلاة فيما سواه فعالي قاله I hope to travel to Saudi Arabia sometime أتمنى أن أسافر في يوم من الأيام للمملكة العربية السعودية فعمر رد عليه قاله I hope so أتمنى لك ذلك Now watch this video and listen carefully to the conversation between Ali and Omar who are talking about traveling and come back quickly to me to answer the exercise Have you ever traveled outside your country before? Yes I have Where did you go? I traveled to Saudi Arabia What is it famous for? It is famous for the holy mosque in Mecca What do you like about it? I like to pray in the holy mosque as each prayer and it equals 100,000 prayer I hope to travel to Saudi Arabia sometime I hope so The exercise بعد ما شاهدنا الفيديو وسمعنا المحادثة كويس هنشوف بقى للسؤال دي يجينا ازاي في الامتحان كما تعودنا سابقا قلنا بنقرأ أول حاجة التايتل عنوان المحادثة Listen to Ali who is talking with his friend Omar about traveling يبقى احنا هنا من العنوان عرفنا انهما بيتكلموا عن السفر طيب number two بعد ما قلنا العنوان read the whole dialogue هقرأ الحوار كله اول محادثة كلها عشان اقدر اشوف الاجابات بتاعتي فيه ساعات بتبقى محتاجة yes حاجات no يبقى انا دلوقتي ايه هقدر اكوام فكرة عن كل الديالوج طيب بعد كده number three هشوف التنس يعني كل سؤال مدهوني عايز الاجابة بتاعته بتكون مثلا زي ما هيجيب لنا في سؤال في الماضي يبقى الاجابة في الماضي هيجيب لنا سؤال في present اللي هو المضارع هتكون الاجابة في المضارع وهكذا اخر حاجة طبعا ال full stop وال question انا هنا لو عندي full stop بيبقى هو عايز جملة طيب لو هو مديني هنا space و question mark بقى هو عايز سؤال طيب دلوقتي انا هعرف السؤال ده هل هو ال wh word ولا helping verb at the first of the sentence ده طبعا بيبقى according to the answer لو هو مجاوبي بyes or no هيبقى هيبقى السؤال بال helping verb does do على حسب الزمن الموجود معي طب لو هو مجاوبي ب complete answer يعني يبدأ بال subject وبعد كده ال verb وبعد كده ال object يبقى انا دلوقتي عايزة السؤال ال wh word اوكي يبقى دي الحاجات اللي احنا قلناها وبنكررها كل مرة عشان ما نقعش في الخطأ واحنا بنجاوب الامتحان نيجي بقى هنا اول سؤال بقول له have you ever traveled outside your country before طبعا احنا لما قرينا المحادسة كلها وقلنا لقنا علي بيقول where did you go يبقى معنا كده ان هو سافر على طول هنجاوب بيس يعني هو بقول له اين زهبت طب اين زهبت معنا كده ان ارد عليه بيس يبقى هيقول له هنا ايه yes I have طبعا دي short answer outside my country before اوكي ولكن في الديالوجس احنا بنفضل short answer لان دا الديالوج مش هنعد بنا نقول جمال كامل وهنا طبعا في اللي هو المضارع التام طب المضارع التام بتكون من ايه نفكر بعض بيه كده بتكون من هو التصريف التالت للفعل طب نشوف السؤال التاني وكيف علي where did you go انت بتقول سفرت طب انت رحت فان هنلاحظ هنا where وبعد كده did دا تكوين السؤال اهو did اللي هو الفعل المساعد helping verb وبعد كده اللي هو الفاعل وبعد كده الفعل في المصدر ما ينفعش اجيب هنا بعد you اقول went اوكي ولا gun لا هي go the infinitive form of the verb اوكي يبقى هيقوله هنا i traveled to saudi arabia وممكن يقوله i went يعني الاتنين صح i traveled or i went to saudi arabia طيب نيجي بعد كده قاله it is famous for the holy mosque in مكة دا هي مشهورة بالمسجد الحرام في مكة يبقى على طول directly ال question عندي هيبقى what is it famous for طبعا احنا هنا هي مشهورة بايه ما او ماذا what wh word what بعد كده انا عندي الاجابة it is يبقى helping verb automatically هيبقى is what is بعد كده subject it هحطه بعد is يبقى تكوين السؤال اللي قلنا عليه لازم نراهي كويس جدا في الامتحان يبقى what is it famous for قال لي هنا it's famous for the holy mosque in مكة طيب قال لي what do you like about it انا هنا هحط اي حاجة هوا مش بحدد لي بيقول لي انت بتحب ايه فيها فهنشوف هنا صديقنا عمر قال لي انا حب اصلي في المسجد الحرام حيث ان كل صلاة فيه تعدل مئة الف صلاة فيما سواه طبعا كلنا عارفين الكلام ده درسنا Islamic selection ومن غير حتى بدرس Islamic selection من خلال المعلومات الدينية العامة اللي عندنا عارفين ان الصلاة في المسجد الحرام بتعدل مئة الف صلاة فيما سواه اما الصلاة في المسجد النبوي طبعا الف صلاة زي ما كلنا عارفين فهنا علي قال اتمنى نسافر السعودية في يوم من الايام فقال اتمنى لك ذلك احنا هنا في اللي هو نمبر الفاعل وبعد كده الفعل في المصدر زي ما احنا عارفين ان التصريف الاول للفعل الفعل المساعدة بتاعه اما دو او دو مع الجمع الهو وي وذي طبعا اما دز مع المفرد اللي كلنا عارفين وهي وشي وات اي اسم مفرد يبقى هنا وبعد كده الفعل في المصدر خلاص يبقى احنا كده عرفنا لما يجيلي سؤال هارد على حسب السؤال هو دلوقتي جايب لي سؤال في البرزنت هارد عليه في البرزنت قبل كده جايب لي سؤال في الباست اللي هو لما قال لنا where did you go فقلنا I went or I traveled وكذا يبقى في الحالة دي تلامس سؤال في الباست يبقى الإجابة في الباست ودي كده آخر حاجة عندنا النهاردة thank you very much اشتركوا في القناة